أتابع بين حين وآخر محاضرات وتزيلات لمصلحين دينيين مثل الشيخ الحيدري وشحرور وعدنان إبراهيم رأيي أنهم يقدمون جهدا طيبا لكنها كلها لا قيمة معرفية لها ولا تؤسس لفكر نقدي حقيقي والسبب بسيط وهو أنها تنطلق من مقدمات خاطئة ووهمية لا أسس منطقية وعقلية لها أنها أشبه بمن يقيم جبلا على نقطة معلقة في الهواء كل ما يقوله وينشره هؤلاء هكذا ما احترامي لهم يمكن رميه كما قال هيوم مرة في أقرب حاوية للنفايات السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته طبعا هذا راح يكون فيديو سريع فقط هذه محاضرة أو كلمة ألقيتها قبل سنوات ووجدتها الآن في الفيسبوك وأثارتني وقلت من المناسب أن أشاركها معكم مبدئيا أن هناك أناس يحاولون أن يقدمون تصورا وحلا جديدا لمشاكلنا التي ما زالت هي نفسها كما نعرف أن حركة النهضة استمرت ما يسمى بالنهضة والصحوة وأسماء كثيرة من هذا النوع وتجديد وإحياء هذه كل كلمات تدل على أننا نحاول أن نستعيد توازننا وسط عالم يتغير بشكل سريع جدا وهائل وتزداد عجلة متغيراته يوما بعد آخر الحدث الكبير كان قبل أنه قرنين عندما دخل نابليون بونابرت إلى مصر كانت منها سقوط مصر تحت سلابك خيوله ومدافعه ومطبعته أيضا هذا أدى أن يصحوا العرب والمسلمين على حقيقة لم يكنوا يفطنون لها بأن العالم تغير تغيرا جدريا الذي حصل خلال هذه الفترة كلها كثير من أحداث لا حاجة لذكرها إنما كان هناك جدل بأن هل نحن على الطريق الصحيح هذا السؤال في البداية طلع خاصة لمحمد عبد قال بأن علينا أن نقيم انسجام أو توافق بين الأمرين لحل هذه المشكلة لكن الذي ظهر بعد ذلك أن هذه العملية فشلت وهذه المحاولة فشلت بسبب يبدو أن المد المحافظ داخل مجتمعاتنا هو الذي سيطر في النهاية وأنتج لنا بعد ذلك أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تخلف متزايد وتراجع متزايد ليس على صعيد الحاضر إنما على صعيد المستقبل نحن نخسر المستقبل يوميا ونتراجع عن الحاضر ونحاول العودة إلى القمقم الذي أنتجنا وأفرزنا وخلفنا بما فيه من أدران ومن مشاكل ومن أفكار وتصورات غيبية لا علاقة لها بالحاضر ولا بالمستقبل ولا بمشاكل الناس المعاصرة وحاجاتهم لمعالجة هذه الأمور ظهرت لدينا عدد كبير من المفكرين والكتاب والدعاة والرجال الدين والمصلحين والتنويرين والكفار والملحدين ظهرت أسماء كلها محاولات طيبة بكل إحوال يعني لا نقول بأنهم هؤلاء سيئون لا وهذه اللغة أنه كل واحد يحاول يقدم خطابه ويقدم تصوره للحل هذا نوع من المشاركة الوجدانية مشاركة والإحساس بالواجب إحساس بأنه مهما كان الكل يحاول أن يقدم رؤيته للأمور وهكذا الحياتية أنه كل إنسان يحاول يقدم تصوره من الناس الذين يقدموا تصوراتهم يعني نالوا نصيبا من القبول بين الناس هم المهندس أعتقد هو مهندس أبن محمد شهرور الذي يحاول عادة قراءة القرآن بطريقة لغوية ويحاول أن يستنبط من الكلمات والعبارات القرآنية أشياء لم تكن موجودة فيه أو يقرأها بطريقة مختلفة وهذه فرصة موجودة حاولها كثيرون هو التمرس وتمترس وتعمق فيها كثيرا الشيخ عدنان إبراهيم أيضا دلى بدلوه أدلى بدلوه وقال ما قال يعني فحاول أن يعقلن الأمور على طريقة محمد عبده أنه يخلط بين الأمرين ويقول أنه كل ما هو جديد موجود لدينا أصلا كل ما علينا أن نذهب إلى الماضي نرجع على النصوص وهذه النصوص كاملة مكملة مقدسة لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش وأنها هي الأرواة الوثقة والمصدر الأكيد للمعرفة نكفي أن نرجع إليها وينتهي الموضوع لكن المشكلة أنه هناك عوائق ومعوقات تمنعنا من هذا كل ما علينا أن نرجع لهذا النصوص ونجري خلطة فيما بينهما الحقيقة هذه كلها أشياء لا قيمة لها ليس رأيا من أندي لما كلنا نعرف هذه الحقيقة نحن نضحك على أنفسنا بصراحة يعني لا شيء التراثنا بأكمله ليس عاملا منتجا للمعرفة لا يقدم لنا لا معرفة ولا علما ولا فهما حتى تأويلا هو خطأ لأنه أصلا تتعوي نصوص أدبية هي نصوص مقدسة يقولون عنها مقدسة هي ليست أكثر من نصوص أدبية غلفت بغلاف القداسة لإرضاء حاكم وإرضاء السلطة وأصلا هو الدين بأكمله تم تأسيسه لكي يكون هو القائدة الأهدولوجية والعقائدة التي يعمل باسمها رجال السلطة والحكم والذين تغلبوا على الناس اخترعوا دينا تقبله أمزجتهم ودعموا كتابا ومثقفين أو كتاب ومثقفين مفكري ذلك الزمان وعطوهم المال وفتعوا لهم الخزائن لكي يؤلفوا لهم الكتب ألفوا دين جديد وهؤلاء الفقهاء والعلماء والمثقفين في ذلك الزمان دخلوا في صراعات ما بينهم وهذه الصراعات أنتجت بعد ذلك السلاطين وحكام وأمراء بدأ كل واحد منهم يحاول أن يستخدم معامل المثقفين والمفكرين والعلماء والأمراء والشيوخ وهكذا بالنتيجة هي خلطة قامت على أساس العلاقة بالسلطة وصل نظام العلاقات أو نظام الحياة في ذلك الزمان يقوم على وجود خليفة أو إمام أو شيخ يحكم الآخرين والآخرين هم طبقة من العامة البسطة كل واجبهم أن يطيع الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة هيا بإختصار كلها فإحنا عندما نرجع لهذه النصوص ونحاول أن نطلع منها ما ليس فيها هذا اللعبة أصبحت سمجة يعني ممكن كانت قبل 20-30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة ممكن أنه تمرر الآن أصبح موضوع يعني مفضوح وأصلاً أعتبر عيب على كل إنسان يجادل بأنه هذه النصوص الأدبية ما احترامنا وتبجينا وتقديرنا ليس فيها هذا الشيء وحتى ذلك كان فيها شيء عظيم ومقدس وإلهي فهو لن ينفعنا نحن لا نحتاج المقدسات الآن بصراحة المقدس لا ما فائدة المقدس الآن في حياتنا الآن يعني خلنا نقول هو مقدس ونازل من السماء السابع وإلهي فأنا ما احتاج المقدس أصلاً نحتاج إلى شيء واقعي عملي أنا تجيني تتحدثلي عن المقدسات وعن ثوابت ثوابت الدين والأخلاق والتقال ما احتاجها ما حاجتنا لها يعني ما احتاج المقدس يعني شو عامل فيه قل لك هاي يعني هاي لفوائد روحية أهلا ما احتاجت هاي وين هاي الروح حتى أنا أصلاً ما موجودة فهذا نضحك على الذقون ونضحك على نفسنا لا وجود لشيء اسمه روح ولا وجود لها هاي كلها كلام يعني ما وجودة ممكن انت مع نفسك تقناء نفسك بها المسألة لكن لا تقود بلدان ولا تصنع مجتمعات ولا تصنع حضارة ولا تضمن مستقبل ولا تحل المشاكل يومية أهلا مجتمعات أو كائنات تحتاج لأن تعيش بطريقة جماعية وهذه الطريقة جماعية لن تتحقق إلا بوجود عقد اجتماعي أو نظام من العلاقات خاص وملائم لطبيعة المتغيرات التي نعيشها وطبيعة المكانات التي تتوفر لدينا هذا كله هو الذي يسمح لنا بأن نعيش بطريقة صحية أما أن نتمسك بهذا الماضي بحجة أنه أزالت الناس تؤمن به وتعتبره هادياً ونبراساً لهم فهذا الأمر لا يجوز ولا يصح ولسنا بحاجة له على الإطلاق أي مماحكة أي تأمل للموضوع بطريقة ما سنكتشف أننا نضحك على أنفسنا بصراحة وعليه فإنما من يتحدث عن ما يقوم به عدنان إبراهيم ما احترامنا له وما يقوم وقام به الراحل محمد شهرور وأمثالهم كثيرون لا تحضرني أسماءهم هؤلاء على الأسف صرفوا طاقتهم وجهدهم في قضية خاسرة ولا قيمة لها لديهم موهبة في موهبة مثلاً سيد محمد شهرور ممكن يعني عدى قدرة على استنباط يعني بعض الأفكار والأشياء من قراءته واستقراءه للنص الديني ممكن أي واحد يقدر يسويها يعني هو تخصص فيها لا أكثر ولا أقل وقال إنه الكريمة مثلاً ومع ملكة أي معنى فراح هو سأدور بالقوامس فبالتأكيد رح يطلع بشي لكن هل هي راح هذا الشيء هل هو ملائم مع الوضع لا ما بي فايدة يعني وضعه للوقت وضعه للجهد وأيضاً ضحك على الدقون علينا أن يكونوا صريحين شجعان نتحدث بصراحة هذا الدين لا ينفعنا هو الدين ليس مسألة شخصية كما يقول العلمانيين وكما يقول بعض الملحدين لا الدين ليس مسألة شخصية الدين عفنوا تركوا أدنى فكرة القداسة الدين هو نظام للألاقات التي يجري احترامها بين أفراد الجماعة البشرية احنا مجتمع مجتمع جماعات بشرية تريد أن تقيم نظاماً من الألاقات منظومة من الألاقات أو نمط من الألاقات الصحيحة أو النافعة أو الجارية أو المؤترب بها من قبل الجميع فهو هذا الدين أما أني نصور بأنه دين نازل من السماء أو أنبياء أو رسل وملائك هذه قصص ضرورية لإقناع العامة في ذلك الزمان لكي يقتنعوا بصحة هذا الدين ويخافوا من الخروج عليه لأن لم تكن هناك فرصة لتربية وتعليم الناس بشكل منطقي واضح أنه احنا مجموعة من البشر يجب أن نكون أخلاقين وعلى درجة عالية من الوعي والتفهم بأن ما نقوم به هو لصالح الجميع ويجب أن نكون ممتثلين لقواعد العلاقات العامة فيما بيننا وهذه القواعد يجب أن تحترمنا عن الجبيع وتصبح جزء من طبيعتنا وأخلاقنا وتربيتنا اليومية لكن هذا كان صعب جدا في ذلك الزمان مؤلم الناس إما مرضى ولا أحد يعينهم ولا أحد يحميهم إلا ما ندر وناس جوعانين لا يوجد نظام للرعاية نظام للتعليم والتربية فهذا كل ما يساعد على وجود نظام أو سيستم قابل للاستمرار والحياة أيضا البلدان والمدن متصارعة فيما بينها طوال الوقت الحكام فيما بينهم يتقاتلون يعني أشبه بشريعة غاب فلا يمكن أن تتوفر هذه الرفاهية في إقامة نمط من الألاقات الصحية الممتازة فظهرت لدينا أديان ومؤتقدات تتلاءم مع ذلك العصر يعني وشوه الدين؟ هو الدين الموروخ مالتنا كله ما هو؟ هو مجرد الاستلاع على السلطة ما في أي شيء آخر هو مجرد استلاع على السلطة ودعوة لطاعة طاعة الحاكم وولي الأمر والشيخ والإمام لا يوجد شيء آخر ما في أي شيء من جرد نمط بداية جدا من الحكم ولا يوجد نظام حكم ولا يوجد أشياء فأتي كمال الحيدري مع احترامي وتقديري إليه هو أعمق واحد بهم وأكثرهم ثقافة ووعيا وإدراكا كمال الحيدري ومحاضراته موجودة ممكن تتابعوها إنسان ممتاز ومخلص في طرحه لكنه لا يستطيع أن يخرج من جلده هذا جلده هو ما يقدر يطلع منه هذه مشكلتنا جميعا علينا الذي يريد الآن أن يتطور ويتغير ويمضي إلى الأحسن أو السماري نتطور يريد نخرج من الماضي مجرد أن نخرج من الماضي هو هذا التنوير الحقيقي التنوير الحقيقي أن لا ننظر بعيون الماضي بعد الآن إلى كل ما يهدد حولنا هذا هي الخطوة الأولى للتنوير نفحص كل فكرة كل قول كل مبادرة كل نقاش دائما نصب عيوننا أن لا نقول شيئا ولا نبدي رأيا مصدره الماضي وثقافاته وثقافاته ومؤتقداته علينا دائما أن نعرف بأن كل شيء تلك من الماضي هو سيء بل أسوأ سيء هو عامل مدمر لشخصياتنا ولألاقاتنا ولكل شيء وبالتالي عندما يأتي شخص الآن مثل السادة الذين ذكرتهم ويتحدثون عن أن النص هو الذي يجب أن نرهن أنفسنا له هذا الشيء يجب أن نتوقف عنه ولم يعود بالإمكان قبوله أختم وقول عدنان إبراهيم وشحرور أم أفلسوا يعني بصراحة يعني عدنان إبراهيم ما الذي يريد أن يقدمه لكم بعد هذا وخلصا يعني طلعا كلهم المالات راح على التطور رجع على ما أعرف إيش تحدث عن رد على موضوع الفتوحات والغزو ورد على قلايا التي تعرض للرسول رد على الإلحاد سواها كلهم ما بقى شيء حتى الملحدين أيضا قدموا كل شيء كل اللي يأتيهم طلعوه الكل طلع ما لديه لكنهم جميعا تقريبا لم يقدموا الشيء الذي ينتظره الجميع والذي بحاجة له الجميع وهو التنوير الحقيقي الذي يخرج الجميع من الصراع صراعات الدين والإلحاد صراعات الحق والباطل هذه الصراعات السخيفة التافهة التي لا قمة لها ولا معنى لها ولا يوجد لها أي تعريف هذا الخروج من هذا هذا النقاش كل الذي يتحدث به عدنان إبراهيم وشحرور وحتى القنيبي هؤلاء يلوكون ويشترون الماضي يتحدثون باسم الألم طبعاً ودائماً يتحدث باسم العلم يعني هو الذي يزكون أنفسهم به يعني الدين أصبح يطلب تسكية العلم لصالح الدين الذي يتحدث به والنص العلمي النص الدين الذي يتحدث باسمه يتمنون أن يشفع لهم العلم بتسكية منه منه أو توصية توصية من الدينهم من قبل العلم والعلماء يؤكد صحة هذا الدين ما فيه صحة والدين كله نص لغوي نص لغوي وحاديث وكلام فيه كلام ما فيه شيء اسمه صح هو كلام هي لغة اللغة هي مرموزات رموزية أصوات في الأصوات لا يمكن الصوت صحيح لا تستطيع تقول هذا الصوت صحيح أو غلط هو صوت وهي رموز دال ومدلول ودليل فما لا علاقة بالصح والغلطة هاي احنا نقنع نفسنا في هذه المسألة ولا وجود لآلهة ولا وجود داديان يعني ما ردي تخرب هذا الموضوع بس عموما التنوير يبدأ عندما نتخلص من فكرة هذا متدين وذلك كافر وهذا ملحد وهذا حق وهذا باطل والخروج من النص أي شيء علاقة بالنصوص من عالم النصوص الخروج منه تماما عندما تتكون تتشكل لديك فكرة عليك أن تفحصها فورا تسأل نفسك هل هي وليدة الناس يأتينا من الماضي هل هي وليدة الناس وفكرة قرأتها من الناس لا عندما تجد هذا هي غلط أو لا ترفع عليك أن تنطلق من الواقع ومن خلال الواقع تقرأ وتفهم وتحاول أن تقارن وتطابق وتعارض بين الواقع وحاجاته وظروفه اختباراته وتجاربه وأحصائاته وكل شيء يأتي أتاني شيء من الماضي أفحصه بعدسات وأجهزة وأدوات الحاضر خلاص وعد ذلك أحكم عليه أما أن يأتيني الماضي وأأتي بأدوات الماضي اللي هي كلها نصوص لغوية وأفحص بها الحاضر وكل ما يحدث كما يفعل السيد عدنان عدنان والقنيبي مع اختلاف الكبير فيما بينهم وشحرور والحيدري يأتي بأفكار ورؤى وتصورات الماضي وخيالات وأساطير الماضي ويجي يفحص باسمها والمقدسات الماضي ويفحص على ضوئها الحاضر فهذا هو الخبل الأكبر شكرا جزيلا وأسف الله تعالى ومع السلام وراح توسع بموضوع التنوير لاحقا مع السلام وأتمنى مشاركة الفيديو لكي يصل لأكبر عدد من الأصدقاء لأنه الفترة الأخيرة صار نوع من الحجب على القناة ما أعرف فين السبب مو حجب ما أعرف صار يعني ما أشوف أنه ما توصل لكثير من الأصدقاء لأنني أنا على أطلاق ما كنت أطلب مشاركة الفيديو من الآخرين فيبدو هاي مهمة لكي يصل الفيديو وتتم مشاركته بالطرق مختلفة والهدف أنه تصل إلى الناس الذين يبحثون عن شيء من هذا القبيل لكن لا أتمنى أن يصل إلى عشاق النصوص الدينية وما إلى ذلك مع السلام